اشتركوا في القناة حصلت عليه من موقع بان جود بارك الله فيهم والمنتج بهذا الشكل يعني محرك كهربائي يضم الكثير من البراغي مفكات صراحة وانيق جدا يعني يأتي بهذا الشكل لحظوا معي محرك كهربائي مع مفكات البراغي كثيرة جدا وصراحة انا اقول والله أعلم بأن هذا الجهاز ضروري ضروري أن يكون لأي تقني لأنه صراحة ما فكت البلاغ كبيرة يعني لا يمكننا استخدامها في الهاتف ولكن يمكننا أن ننتفع بها أو نحتاجها في مجموعة من الأمور المنزلية وحتى المحل كذلك إلى خير مثل الفك جهاز الهوت اير فك حاسوب يعني الكثير من الأشياء إذن الجهاز يأتي بهذا الشكل لاحظوا معي نقوم بفتحه بهذا الشكل لاحظوا معي مجموعة كبيرة هنا ومجموعة كبيرة هنا لاحظوا معي يعني مفكات البلاغ تأتي بهذا الشكل لاحظوا معي بهذا الشكل أنيقة ولونها جميل كذا إلى آخرين يعني وبقياسات مختلفة وبأحجام مختلفة لاحظوا معي الكثير الكثير يعني صراحة هذا ضروري أنا أقول وبكل صراحة هذا ضروري أن يكون عندك أخي التقني نعم لاحظوا معي إذن مفتاح التشغيل يكون هنا في الخلف لاحظوا معي في الغطاء هنا نعم ويشحن من هنا كابل عادي كابل عادي للشحل الذي نستخدمه للشحل هنا لاحظوا معي وتنير لمبة أو مصباح هنا هذا يدل على أنه يشحن لاحظوا معي إذن وأيضا مصباح الليد هنا حتى ينير مكان فك البرغي وهنا يمين هنا شيمال لاحظوا معي إذن سنقوم بتجربة خفيفة جدا حتى نرى إذن نأتي مثلا بهذا الجهاز مثلا بهذا الجهاز لاحظوا معي مثلا هذا الجهاز قدر الله شاء مفاعل يعني تعطل فلابد أن نحتاج إلى مفك البراغ وصراحة هو به محرك قوي يعني هناك محرك وهناك محول يعطي قوة أكبر إذن نقوم بتجربة نعم أفوا أفوا نعم هكذا لاحظوا معي قوي جدا جدا صراحة يعني نحصل على البرغي بكل سرعة وبكل سهولة لاحظوا معي لاحظوا معي لاحظوا مع أنني لا أستطيع إنساكه بيدي يعني عندما أحاول أن أوقفه بيدي لا أستطيعه قوي قوي جدا جدا صراحة قوي جدا جدا يعني الغرض من هذا الجهاز هو أن نستخدمه في مجموعة من الأمور التي قد نحتاجها لفكها فلابد مرة مرة أن يتعطل لنا جهاز يعني هذا ضرور أن يكون لديك فلاحظوا معي إلى العدد الكبير من هذه الأنواع التي قد نحتاجها في فك مجموعة من البلاغ التي قد تأتينا وبأحجاب كبيرة وبأحجاب كبيرة جدا جدا إذن أحبابي تمنى أن تكونوا قد استفدتم من عرض هذا الجهاز الرائع والأعنيق وأتمنى التوفيق للجميع رابط شرات هذا الجهاز يمكنكم أن تجدوه أسفل الفيديو والسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة